بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الضيوف الأفاضل المشرفين لنا النهاردة أولا من حسن الطالع أننا نداخلين على أيام مفترة كل عام وأنتم بخير النهاردة إن شاء الله عندنا لقاء إعلامي لتوضيح بعض الحقائق لتوضيح بعض الحقائق دايما عودتنا الحياة أن النجاح لا يأتي من فراغ وإنما يأتي عن كد وتعب ومتابرة يقع المرء كثيرا ثم يقف هكذا الناجح دائما يبدأ من حيث يريد ولا يلقي بالا لما حوله وإذا لم يجد الناجح له أعداء فليهتهم نفسه بالفشل فالشجرة المثمنة هي التي ترقى بالحجر أما الشجرة الجافة فلا يعيرها أحد الاهتمام إذا كتر أعداءك فاعلم أنك ناجح وإذا لم تجد لنفسك عدو فاعلم أنك فاشل الصراع في عالم المال قديم جديد في كل بلدان العالم النال منها والمتقدم الغريل منها والفقير هكذا الحياة الاختصار والبيزنس ولمية المال جزء من الحياة لا يخلو من أعداء نجاح لا يخلو من حوق لا يخلو من إشاعات مبردة لا يخلو من معوقات لا يخلو من عطرات توضع في طريق الإنسان كي لا يواصل رحلة نجاح أو كي يتعثر هكذا يسعى المبشرون إلى الإشاعات ويسعون إلى إلقاء التهم ويسعون إلى تشويه الآخرين لأنهم يعلمون مال كلمة من تأدير في دفعك للأمام أو جرك للخلف أعذروني على هذه المقدمة الطويلة فربما كانت هي حلل الزاوية في إلقاء اليوم لأننا اليوم نصديف أحد هذه النمازل التي تحدثت عنها حاربه أعداء النجاح لم يلقي لهم بالا قالوا ما قالوا لا يعير ما يقولون أي اهتمام لقاهنا اليوم وإن بدأ أنه دعائي لكن هذا ليس صحيح لأننا نتحدث في قضية تمس الاقتصاد القومي تمس الوطن حينما تحارب الكينات الناجحة من أجل حدي كل نجاح في مصر وكل لبنى تضعوا القيادة السياسية في مصر لدفع العجل إلى الأمام فهنا هنا الأمر يتخطى حدود الفردية إلى الوطنين دعوني أرحب بصديقي وهذا الناجح الذي مهما قلت عن جلده وصمودي فأنا أعلم ما تعرض له وأعلم أنه قوي وأنه جلد وأنه عائد أقوى مما كان دعوني أرحب بصديقي الأستاذ محمد صدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية بشكر كل السادة الحضور وبشكر أستاذ أحمد عصمت الصحفي والإعلامي الكبير والشاهر الكبير ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة المجد العربي على الكلام اللي أنا يعني كتير عليها جدا ولا أستحب فجزاكم له غيرا ألف شكر وبشكر طبعا للناس كلها على حضورهم الطيب وتعبهم وانتقالهم من محافظة الإسكندرية الغيط هنا في الجو له ولكن زي ما بشكر برضو بتقدم ببالغ في الأسف إلى بقية شركائي اللي هم بيشوفونا دلوقتي والسعة المكان والوقت والظروف ما تدعيش الفرصة إن أنا أرهم وده الأسف الأول وبقول لهم إن أنا إن شاء الله بأمر الله عز وجل حنعود الكلام ده في مؤتمرات أخرى جاية وحتكون إن شاء الله أكبر من كده والمؤتمر القادم حتكون في المزرعة التي تنتلكها ويمتلكها شركاء الفتح وهذه المزرعة التي تبلغ مساحتها ما يسع الحبايب وغير الحبايب يعني غير الحبايب كمان الناس اللي هتخش النار يعني حتى سعهم كمان إن شاء الله فإن شاء الله حيكون في دي دعوة خاصة للجميع إن شاء الله جميع الشركات في المؤتمر القادم وكذلك بتقدم لهم بالأسف أيضا على ما مرت به مجموعة الفتح الاستثمار من ظروف أثرت على الجميع ولكن الجميع يعلم القاسي والداني العادل والظالم إن زي ما تقدم أخونا الأستاذ أحمد إن كانت دي حرب شنعاء وربما لا يتخيل البعض إن إحنا كمؤسسة أو فردة أو مجموعة للأفراد ده رمز لخوض هذه الحرب شيئنا ما بينا يعني إحنا مجرد رمز يعني إحنا مش هنقول إن إحنا أبطارا من بقية الشركاء اللي إحنا بنسبيهم شركاء النجاح طور عبرنا من أكتر من 20 سنة بنسبيهم شركاء النجاح الناس دي أبطال وتستحق فعلا التقدير والإحترام وأنا استأذن أستوقف كلمتي وأقفلهم تقديرا واحتراما على الوضع فإحنا بنكمل بنقول إن إحنا رمز إحنا كلنا ولاد مصر مصر مرت نظروف صعبة جدا مش هنقول بداية من صورة 25 نايرو لكن من قبل ذلك ويمكن اللي إيدو زي ما يقولو في المطبخ بإزاي اللي بره مصر فعلا دلوقتي بتصارع صراع شديد جدا جدا ما بين التنمية الاتصادية وما بين يعني زج كل من يريد الإقاع بها في مشاكل أو حروب أو ما شابه ذلك القضية أخواننا أكبر مما تتخيله الواحد لما دخل جوه القصة فهم حاجات كتير جدا وفعلا مصر بتتحول من دولة عادية إلى دولة اقتصادية كبرى وربما زي ما سمعنا وإن شاء الله الكلام ده من اللي واحد شايفه سمع والتعاون تعاوننا وإن شاء الله فيه حيقدمينا لكده إن شاء الله هنكون تقريبا في ترتيب العشرة الأوائل في الاقتصاد العالمي وأنا جاي النهاردة عشان أوضح بعض الأخطاء اللي حصلت أو الشائعات أو ما شابه ذلك وطبعا يعني مش عايز أقول معليكم إن القصة بالنسبة لي إن أنا أنا باتكلم عن شخص لا أنا باتكلم عن مؤسسة باتكلم عن ممكن يكون حجر صغير جدا جدا بيمثل الاقتصاد المصري أو بيشارك في الاقتصاد المصري وبناء عليه أنا قاعد لكم بقلب مفتوح كل اللي عايز يتفضل من السادر الإعلاميين بسؤال أنا تحترام الفترة الأخيرة وثير كثير من الشائعات حول الشركة كنا زلت عليكم حضرتك يوضع لنا دي الشائعات والرد عليها وكمان إيه رأي حضرتك للقوالين الاستثمار الجديدة فيما يفضل الدنمية الاقتصادية الوضع المصري شكرا تمام طبعا أولا بالنسبة لللي حدث للشركة كان خليط من أحداث حقيقية وضيفت لها شائعات حولت الموضوع لشكل غير شكل طبيعي يعني بقى عشان نكون منصفين إن كان فيه أحداث آه كان فيه أحداث كان فيه بعض المشاكل بيننا وبين بعض الشركات وجاري تصفية هذه المشاكل وبأمر الله عز وجل على آخر هذا الشهر وتحديدا إن شاء الله يوم إيدي الأم إن شاء الله بأمر الله عز وجل هذه الخلافات هتنتهي عشان نفضل لشركتنا ومستقبلنا ومستقبل بلدنا أما الشبك الثاني من السؤال اللي هو قوانين الاستثمار روز أخواننا مجمل الكلام بالنسبة للقوانين الاستثمار قوانين الاستثمار كلها على بعضها بسيستمها بنظامها بثوابها بعقابها يعني إذا كان فيه ثواب للمستثمرين أو اللي بيتعاملوا في الاستثمار أو عقاب كذلك كلها بتخدم الاستثمار أو بتخدم المستثمر سواء كان مستثمر مصري أو مستثمر أجنبي لأن طول عمرنا نحن نعرف إن الاستثمار إن الاستثمار استثمار الأجنبي في مصر الأجنبي كان بياخد حقه أكثر من المستثمر المصر النهاردة لا النهاردة المستثمر المصري بياخد حقه تمام جدا جدا والدولة بتساعده كل ما أموتك من قوة وأنا ليا تجربة شخصية أقسم بالله على ذلك ليا تجربة شخصية التجربة شخصية في الكلام دوت سواء كان هنا في مصر أو بره مصر مجموعة الفاتحة للإستثمار كنا بنتعاون مع دولة موريتانيا لإنشاء مصنع محليل وردية ومستشفى كانت حتبقى أكبر مستشفى بقرب إفريقيا وكان بيستحبنا ليل ونهار لساعدة السفير مصر في موريتانيا ولو حدك دخلت في أي جلسة نحن عادين مع وزير الساحة أو وزيرة التجارة أو وزير السمار حتظن أن اللي جالس ده مش سفير مصر في موريتانيا حتظن أن أحد أعضاء ملز إدارة الشركة كان بيتعامل وكأن الحاجة دي بتاعته وكان دايما بيقول لنا أن إحنا وغدين يعني أردن أن أي مستثمر مصري هيشتغل في أي دولة بره يكون من خلال خارجية وندفع معاه بقوة ونساعده بكل مؤتمر قوة هزينا عارف من حضرتك إيه الإجراءات التي تخزيتها الشركة لحل الخليفات القائمة والشاركة بس حضرتك باختصار شديد طبعا بيقول لك إيه كان خالتي وخالتك واتفرقوا وخالت فأقول لنا أن هذا صريح جدا يا فتح مصادق وسيماف هو يعني الناس ناس محترمة وشاركونا سنوات كتير وحدثت بمزاجهم غصبا عنهم بمزاجنا غصبا عننا أي خلاف فبفضل الله عز وجل إحنا بنعمل تخارج لله عايز يتخارج وإن شاء الله على يوم 21 مارس إن شاء الله بأمر الله عز وجل حنقدم هدية لأمي والأمهات كلها بهذه المناسبة وأستوقف بس الأسئلة أسلم على الحاجة يعني قدام الناس كلها لأن أنا بتبرك بالحاجة في أي حاجة فلازم أسلم عليها بالوقت ترجمة نانسي قنقر Emily ترجمة نانسي قنقر ولو أمهاتنا كلها أهو أمرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن قال اتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجوائر والضراهم والضرر فمضى فأغرزك الجرم في صدرها والقلب أخرجه ثم عاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتتحرج القلب المقطع إذا عثر ناتاه قد بالأم وهو معفر ولدي حبيبي ولدي حبيبي ولدي حبيبي هل أصابك من طرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فاقتد نحو القلب يغسله بما فاغضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغفر واستل خنجره ليطعن قلبه ليبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم لا 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 كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر اتنين شعراء على المنصة كده المنظر اولا لا استخدر الله ما فيه المحاول السؤال التالي السؤال التالي حد يأت رسالة تانية ماذا تكون لشركاءك في النجاح كما تطيقاهم حضرتك دولا عايزة أقولهم حاجات كتير جدا عايزة أقول لهم انتم مفيش زيكم عايزة أقول لهم انتم شركاء النجاح انتم شركاء الحب انتم شركاء التعاون انتم شركاء كل مسمى نظر على ظهر البسيطة كان المسمى دا الغلط منه حاجة حلوة اي حاجة حلوة تنسب لكم وان شاء الله امر الله عز وجل ربنا يكرمني ويقدرني مش ان انا اربحكم او اكسلكم لا ان انا ارد لكم واحد على الف لا واحد على العدد اللانهائي من جمائلكم معايا وانا بيكم واحد وجنبيني صفار كتير ومن غيركم صفر ومن غير ولا حاجة احنا قلنا بأمر الله عز وجل هيبقى فيه مؤتمرات بعد كده ولكن هنبتدي النهاردة المفاجأة لاخواننا شركاء النجاح وبنقدم برضو حاجة صغيرة عرفان بالجميل لوطننا اللي انا في الفترة الاخيرة دي بالذات ادركت معنا كلمة وطن اه واتمنى من الله عز وجل والله ان انا لو مش كلام بقى ولا كلام للتداول والاعلام ولا ولا اي مسمى وحش ممكن حد يقضو الظن كده اتمنى او اقسم بالله ان انا يعني لوفق الروحي في سبيل وطنة وان انا اعمل اي حاجة لأن أنا الفطرة الأخيرة دي أدركت بالفعل معنى كلمة واضح وعلى ذلك أخواننا إحنا اتفقنا على بعض المشروعات ولكن المشروعات اللي ممكن تمس الاقتصاد وفي نفس الوقت تمس كل فرط في مصر كل فرط وبالذات أفراد الشعب اللي هم عانوا كتير جدا في حياتهم من ارتفاع الأسهار وعلى ذلك احنا بنعلن النهاردة المفاجأة الأولى ولكنها مفاجأة كبرة إنما هي مفاجأة أولى وانا بقول مفاجأة أولى عشان تساطر الفراد إن شاء الله رحم الله عز وجل إن حينضم لمجموعة الفاتح للاستثمار واحدة من أكبر الشركات في مصر لصيد الأسماك هي شركة الشركة المصرية العربية لصيد الأسماك من أكبر الشركات اللي بتنزل بتنزل في بحيرة مصر والشركة دي هيكون الغلط منها أولاً الربح للشركات النجاح ثانياً يعني حنساعد بيها في حل مشكلة البطالة فحنحتاج مش أقل من ألف شاب إن شاء الله الحاجة التالتة إن ودي أهم حاجة طبعاً إن إن شاء الله بأمر الله عز وجل إن تقريباً إن الشركة نشطها إن إحنا حنقدر إن شاء الله وده واحد وتحسب عليه أمامكم أمام الله عز وجل وأمام كل حاجة إن إحنا إن شاء الله حننزل بسعر كيلو السمن لعشرين جنيه من موريتانيا؟ من موريتانيا؟ فالفروع دي أنتو اللي هتفتحوه معي يعني هيبقى كل فرح هفتتحو هيكون معي جزء من الشركات يحضروا هيدا الإفتاح الجزء المتبقي إن الفروع اللي هنفتح فيها دي مش هتبقى اللي بيع الأسماك اللي يبتع تشكل في المصير العربية لا هتكون برضو هيتباع فيها خضر وفواجد وحيتباع فيها لحوم ودجال طبعا المفاجأة إن كيلو سمك إن شاء الله زي ما هينزل لعشرين جنيه إن شاء الله كيلو اللحم هينزل لخمسة وفرسين جنيه شكرا كل ده من براية كنت أكرر شكري في نهاية المؤتمر وبقول إن شاء الله المؤتمرات الجاية حيكون فيها كل شركاتنا وتحديدا المؤتمرات الجاية إن شاء الله هتكون مزرعة الفتح إن شاء الله هتساعد الناس كلها بأمر الله عز وجل وبأعتذر لكل واحد مدعناهوش لأن زي ما حالكوا شايفين المكان محدود وإن شاء الله بأمر الله عز وجل الأيام غيرتين وأمر الله عز وجل وقالف ألف شكر للحضور وللي سماعونا دلوقتي وقالف شكر للسادة للقنويات والصحافين والأرميل اللي اتعابناهم وجبناهم في الجوة الموام ترجم شكرا لكم معنا النهاردة الكاتب الصحفي أحمد عسمة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة المجد العربي ووصفك كرئيس تحرير وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق إيه الدور اللي ممكن تلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة وما هو مرضوط استثمار شركات مثل شركة الفتحة للاستثمار في دعم الاقتصاد المصري وخافض الأسعار هو طبعا القطاع الخاص طول عمره بيبقى دوره مهم جدا جنب إلى جنب إلى القطاع العام لما خلاص ما بقاش في قطاع عام فبقى القطاع الخاص هو الاقتصاد طيب أنا من أنصار الاقتصاد والاستثمار البناء ويمكن ده اللي عجبني في مؤتمر النهاردة وعشان كده شرفت بالحضوره وبتقديمه كمان أن شركة الفتح للاستثمار بتستثمر في استثمارات مفيدة للمواطن المصري مردودها يعود على الشعب المصري على المواطن البسيط وبتوجه رسالة بتقول أنها قادمة بقوة وأنها هتفتح مجالات جديدة وأفاق جديدة في مصر ودول عربية وإفريقيا ويمكن هتدخل هتستثمر في مناطق يعني لم يتطرق إليها قطاع الخاص قبل كده وده اللي شجعني بجد أن أنا عاجي لأن أنا محتاجين نموذج زي نموذج الموجودة النهاردة زي شركة الفتح وغيرها فيكي في شركات وطنية جميلة جدا محتاجة أنها تدعم عشان كده لبيت الدعوة النهاردة وحضرت هذا المؤتمر لدعم مثل هذه التجربة المفتقدة والمطلوبة بشدة والله يعني أجمل حاجة عجبتني النهاردة في المؤتمر الصحفي هي المفاجأة اللي فعلا قالها لست محمد صابر وأنا بحييه وحييه بشدة يعني يريد ناس كتير تحزوا حزوا هذا الرجل أنه بيها استثمير في شيء مفيد في شيء يبني اقتصاد في شيء يضيف الاقتصاد المصري في شيء يعود بالنفع على المواطن الغلبان مش استثمار في سلعة استهلاكية لبان وبسكوت وحلويات مثل هذا القبيل مثل هذه النوعيات من الاقتصاد ومن الاستثمار لا تبني أمة يعني هي تجيب ربح لأصحابها آه لكن ما تبنيش اقتصاد دولة لما يجي واحد زل السيد محمد ويستثمر في مجالين مهمين جدا مجال السروة الحيوانية ويعلن خفض كده اللحمة الخمسة وخمسين جنيه ومجال السروة السمكية ويعلن ان كيلو السمك حيبها بعشرين جنيه لا انا وحييه وفي يعني ارفع له القبعة وبقول له جو اهد ويريد كلنا كشركات استثمارية في مصر نحزو حزو هذه الخطوة هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها في مؤتمر صحفي اه لإحدى الشركات لماذا حرست على حضور هذا المؤتمر بل وتقديمه ايضا هو زي ما حيتك تفضلت يعني فعلا دي اول مرة احضر مؤتمر اقتصادي عن شركة او مقيمة اه شركة او مقام حول شركة اه لسببين السبب الاولاني ان انا من خلال حضوري بدعم ووجه رسالة جميلة اه لهذا الرجل وقول له ان في ناس فعلا مبسوطة ما اللي انت بتعمله زي ما في ناس زعلانة ومتضيئة وبتسعى ل يعني لوقت هذه التجارب في ناس محبة وفي ناس فعلا بتسمن هذه الخطوة اه ومش هتكون اول مرة انا هبقى موجود في اي شركة وفي ظهر اي شركة بتحزو حزو شركة الفتح وتحزو حزو رجل اعمال زي ده استاذ محمد صبر اللي بحقيه على هذه الخطوة عشان كده انا جيت اوجه رسالة وهو بالمؤتمر نفسه وجه اكتر من رسالة اه انه مش هيلتفت للاي كلام اه غير صحيح اي شعات مغرضة اي معوقات يضعها اعداء النجاح في طريقه هو ده هو ده الصح فعلا انا بادعمه في هذه الخطوة اه ان انه يكمل في طريقه ولا يلقي بالا لأي تهم تقال اه وياخد هذه الخطوة الجميلة والجريئة والبحية عليه قلنا حضرتك تصور حضرتك ايه وتوقعات الاقتصاد المصري في الفترة القادمة والله احنا يعني احنا احنا في البداية احنا على بداية الطريق يعني احنا فعلا اخدنا خطوات كبيرة وخطوات جادة لكن لسه لسه احنا يعني الطريق قدامنا طويل وده ليه لان احنا رجعنا خطوات كتيرة الورا فمحتاجين خطوات كتيرة لقدام عشان نقف عند المطال اللي كنا فيها الاول قبل ما نرجع ومحتاجين خطوات تانية عشان نتقدم لقدام ونعدي النقطة اللي كنا وقفين عندها قبل ما نرجع فالمسألة محتاجة فعلا جهد وتكاتف كل رجال الاعمال ونهم يعملوا لصالح بلدهم فعلا بجد فعلا لا قولا ويمكن ده اللي عجبني برضو للمرة التانية في مؤتمر النهاردة وعجبني في الاستاذ محمد صابر انه بيستثمر في قوت المواطن الغلبان في رأي حضرتك ما هي اهم تحديات التي تواجه مصر الان والله عندنا تحديات كتيرة جدا يعني عندنا تحديات سياسية لا حصر لها ولا اخر وعندنا تحديات امنية على الحدود شمال وجنوب وشرق وغرب وعندنا تحديات اقتصادية عبور عنق زجاجة لا مصر بتمر بمرحلة يعني عايز اقول انها فارقة في تاريخ مصر في الفترة الحالية لانها بين فترتين وبين مرحلتين وبين تاريخين قبل وبعد لا في تحديات كتيرة جدا لكن انا متأكد ان احنا بمزيد من الحنكة السياسية التي نملكها والدهاء السياسي والدبلوماسي الذي نملكه قادرين على صد وردع اي محاولات لزعزعة الاستقرار في مصر ولتهديد حياة الشعب المصري وان اعني بهذا الامر طبعا سد النهضة لان مسألة حياة او موت كما قال سيد الرئيس وخط احمر وانا مبسوط من الرسائل التي وجهت معخرا في الفترة الاخيرة عبر السيد الرئيس للقابعين في الجنوب ان مصر وامنها خط احمر اشتركوا في القناة